هذا وتعاني الأقليات العرقية والدينية في إيران من اضطهاد وانتهاكات واسعة على يد نظام الولي الفقيه الذي يتبنى سياسة طمس شاملة لمختلف الأقليات التي تشكل غالبية السكان في إيران بهدف تحقيق أهدافه الطائفية غير المتعددة الشوارع الإيرانية تحمل في تفاصيلها ملامح الظلم والتنكيل والاضطهاد المروعة ضد الأقليات العرقية والدينية وذلك رغم تشكيلها لغالبية السكان على أرض إيران خدمة لسياسة داخلية دموية غير متعددة يتبعها النظام الولي الفقيه للحفاظ على نظامه القمعي جاثما على كرسي الحكم ففي بلد ينظر إليه العالم بأنه رأس الإرهاب والمهدد الأول للأمن والسلم الدوليين نتيجة سياساته الخارجية العابثة بأمن المنطقة تلقى الأقليات العرقية والدينية فيه معاملات قاسية تسلبهم أبسط حقوقهم الدينية والثقافية والسياسية والإنسانية النظام الإيراني عمل على تمس أي ملامح دينية لأبناء الأقليات لا تتوافق مع سياساته المذهبية فهدم المساجد ودور العبادة مبقيا على نهج ديني واحد رافض لأية أفكار دينية أخرى سالبا بذلك الأذريين والجيلاك والأكراد والعرب والبلوش والتركمان هويتهم الدينية وعلى الجانب الآخر يمنع النظام الإيراني نظام الولي الفقيه أي تم ظاهر أوعادات خاصة لأي من هذه العرقيات وذلك في انتهاك آخر لخصوصياتهم الثقافية في سعي منه لفرض ثقافة اجتماعية واحدة على أبناء العرقيات وهذا ما لم يستطع أن ينفذه النظام بشكل كامل نتيجة المعارضة القوية لسياساته المتسلطة كما تبعت جملة الانتهاكات هذه انتهاكات صاريخة لحقوق الأقليات على الجانب السياسي فهم ممنوعون من المشاركة السياسية أو التمثيل السياسي بشتى أشكاله والأكثر وطأة هوان تلك الانتهاكات يقوم بها نظام يدعي أنه غير قمعي يسعى لتحرير الشعوب في المنطقة وتحويلها إلى دول ديمقراطية وهنا تسقط سخرية الأقدار كل معنى لهذه الكلمة الديمقراطية فقد بات هذا المفهوم الديمقراطية أو ما يحيط به من حقوق وواجبات للأقليات ولجميع فئات المجتمع بات يؤرق النظام الإيراني واتخذ لمواجهته كل السبل البشعة واللا إنسانية وعمل على إقصاء كل من يخالف قوانينه الجائرة ويخضعه لأقصى أنواع التعذيب والتنكيل وقام النظام أيضا بتكريس جهود كبيرة للعمل على القوى الناعمة وتوجيه القنوات الإعلامية والفكرية للترويج للنظام الإيراني وتلميع صورته داخليا وخارجيا وإقصاء كل فكر يخالف النظام وذلك بهدف خلق آيديولوجيا موحدة يعمل الإيرانيون في فلكها ثورات الشعب الإيراني المتتالية ضد نظام الولي الفقيه جاءت لتؤكد على حقوق الشعب المنتهكة في مختلف المجالات وأمواله المنهوبة في سعي إلى إيصال صوتهم إلى العالم وفضح ممارسات وانتهاكات النظام في حق شعبه والأقليات العرقية والدينية فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة